مرحبا وضحياتي للجميع بحسب الفيلسوف الفرنسي الكبير ريني ديكارد ففي الوجود ثلاثة جواهر وبداية في الجواهر كتعريف أو كما يعرفه ديكارد هو الشيء الموجود والذي لا يحتاج في وجوده إلى شيء سوى نفسه طبعا لكي يوجد ومن ثم يشير ديكارد إلى أن هذا التعريف بحرفيته لا ينطبق إلا على الله فقط إلا على الله طبعا لأن الله هو الموجود القائم بذاته وعلى نحو مطلق فإذا الله هو أحد هذه الجواهر الثلاثة أما الجواهرين الآخرين فهما المادة والعقل وطبعا المادة والعقل هما عند ديكارد يعني يدخلان تحت فئة الجواهر بمعنى من المعاني لأنهما أيضا لا يحتاجان في وجودهما إلا إلى العون الإلهي طبعا لكي يوجد فإنطلاقا من هنا وإذا حصرنا الحديث يعني فقط عن العالم فكما رأينا في هذا العالم بحسب ديكارد جوهرين وكل جواهر منهما يعني مستقل عن الجواهر الآخر بشكل كامل الجواهر الأول طبعا هو الجواهر المادي أو المادة وصفة المادة هي الامتداد بمعنى أنها تشغل حيز في المكان والعقل هو الجواهر الثاني وطبعا هو يعني جواهر لا مادي عنصر لا مادي وصفته الفكر فالله عندما أوجد العالم طبعا أوجده من المادة ومن ثم أوجد من هذه المادة يعني أجسام مادية مختلفة ومن ثم أوجد في هذه الأجسام المادية حركة آلية طبعا هذه الحركة الآلية خاضعة لقوانين الطبيعة أو للقوانين الفيزيائية وبالتالي فكل ما في هذا العالم كما يرى ديكارت عبارة عن مادة فقط إما مادة جامدة وإما مادة متحركة بشكل آلي لكن هناك استثناء يتمثل في الإنسان الإنسان هو الكائن الوحيد المؤلف من الجوهرين من الجوهر المادي ومن الجوهر اللامادي الإنسان يمتلك جسد ويمتلك نفس أو عقل فهكذا كما نرى يعني فيما عدا الإنسان فديكارت هنا يعني أقرب إلى الفيلسوف المادي فديكارت كان يعتقد بهذه النظرية بنظرية الحياة الآلية طبعا فيما خاصة الكائنات الحية الأخرى يعني النباتات والحيوانات عند ديكارت لا تعد أن تكون مجرد آلات مادية بحتة آلات مادية يعني لا تملك نفوس لا تملك إدراك أو وعي أو مشاعر أو واطف تفكير إلى آخره لا مجرد آلات مادية بحتة وكل ما تقوم به مثلا من أفعال أو من حركات أيضا سببه عمليات آلية أو بتحديد أكثر يعني أفعال إنعكاسية آلية لا أكثر ولا أقل فهكذا عدا ديكارت يعني كما نرى كل الفعل عند الحيوانات وكل السلوك عند الحيوانات وحتى يعني ما قد يظهر على الحيوان مثلا من مشاعر مختلفة كالخوف كالعطف كالألم إلى آخره فكل هذه مجرد أفعال إنعكاسية يعني مثلا طيب حركة الذئب عندما يبدأ بالاستعداد للانقضاض على فريسما هذا عند ديكارت فعل إنعكاسي آلي طبعا سببه مؤثر قادم من جسم آخر موجود في محيط الذئب وهذا المؤثر طبعا يتمثل في الفريسة فعند ظهور الفريسة يحدث هذا الفعل الإنعكاسي بالاستعداد للانقضاض أو للإفتراس يعني حتى مسألة هروب الفريسة عند رؤيتها للذئب طيب هذا عند ديكارت ليس شعور بالخوف الحيوانات لا تملك أي مشاعر أبدا بل هذا مجرد فعل إنعكاسي أيضا تسبب به يعني مؤثر خارجي طبعا يتمثل في وجود الذئب وهكذا فكلما يعني ظهر هذا المؤثر القادم من جسم آخر في المحيط تابعه وبشكل آلي يعني فعل إنعكاسي محدد وهنا يعني يضرب ديكارت مثال جميل جدا لتقريب الفكرة فيشبه الأمر بمفاتيح آلة البيانو فكل ضربة على أي مفتاح في آلة البيانو طبعا سيتبع هذه الضربة يعني وبشكل آلي صوت محدد أو نغم محدد كذلك كل ظهور لمؤثر من جسم آخر في محيط ما سيتبع وجود هذا المؤثر فعل إنعكاسي محدد طيب أيضا وفي موقف يعني ممكن أن نقول استشرافي في مكان ما قال ديكارت بأنه لو تمكن الإنسان يعني مستقبلا من أن يصمم ومن أن يصنع آلات متحركة دقيقة جدا يعني على هيئة الحيوان فلن يكون بمقدور الإنسان أن يميز ما بينها وبين الحيوان لأننا واقعا أمام آلتين آلة مصنوعة والحيوان بوصفه آلة أمام آلتين يعني تعملان بشكل ميكانيكي مثلا ولا تملكان لا شعور أي شعور مثلا أو وعي أو تفكير أو ما شابه ذلك أيضا رد ديكارت كل ما يمكن أن نراه عند الحيوانات مثلا من مهارات ذكية وحتى إبداعية في مكان ما يعني كمثل بناء العشاش والبيوت والجحور والشباك يعني كما عند العناكب وكل تلك التقنيات المختلفة للصيد طبعا عند الكثير من الحيوانات والحشرات فردها جميعا إلى طبيعة الحيوان الآلية وعندما مثلا قيل له أنه طيب يعني كيف ذلك يعني نحن نرى مهارات خارقة في بعض الأحيان وهذه المهارات يعني تنم عن ذكاء فكيف يستقيم الأمر وأنت تقول بأنها عبارة عن آلات تعمل بشكل ميكانيكي أو آلي فهنا ديكارت قال لا على العكس تماما لأن وجود هذه المهارات يدعم فكرة حول طبيعتها الآلية فمجرد وجود مهارة محددة لكل حيوان على حدة ومجرد وجود تقنية محددة لكل حيوان على حدة طيب هذا يعني بأن لكل حيوان يعني وظيفة يقوم بها بشكل آلي وظيفة محددة يقوم بها بشكل آلي وفي هذا دليل على طبيعتها الآلية الميكانيكية وطبعا يضرب ديكارت يعني عدة أمثلة لتقريب أو تأكيد هذه الفكرة منها مثلا تشبيه مهارة الحيوان بمهارة وعمل الساعة طبعا الساعة المؤلفة من تروس وأجزاء وقطع مادية والساعة تعمل طبعا بشكل آلي بشكل ميكانيكي ومع ذلك تعلمنا يعني بالوقت بدقة متناهية يعني حتى لا يستطيع أي إنسان مهما امتلك من ذكاء أن يقوم بمهمة الساعة فيسأل ديكارت أنه هل هذا ذكاء من الساعة هل هذه مهارة ذكية من الساعة أم مجرد حركة آلية أيضا اعتبر ديكارت أن مجرد عدم امتلاك الحيوانات لقدرة الكلام يعني للغة فهذا يعني بأنها لا تمتلك أي عقل لأن اللغة هي ثمرة العقل والتفكير والوعي فبهذه الطريقة يحاول ديكارت أن يؤكد هذه النظرية حول الحياة الألية وطبعا في مكان ما يحاول أن ينفي امتلاك الحيوانات لنفس أو لروح لأن الإنسان هو الوحيد المؤلف من جوهرين من جوهر مادي ومن جوهر لمادي من جسد ومن عقل أو من نفس في حين أن الحيوانات لا لا تملك أي نفوس وإنما هي عبارة عن آلات مادية بحتة وحركة الحيوانات هي عبارة عن عمليات آلية وأفعال انعكاسية فالحيوانات مجرد آلات عند ديكارت مجرد مادة متحركة أو إن أردتم يعني روبوت روبوت مبرمج للقيام بأفعال محددة وبمهارات محددة ويقال أن يعني بعض الديكارتيين وربما حتى ديكارت يعني لاجأوا قديما إلى تعذيب بعض الحيوانات طبعا لإثبات أنها لا تملك أي إحساس أو شعور بالألم وشكرا على اللقاء ترجمة نانسي قنقر